اه بتبقى محضر ولا بتبقى الدنيا ماشح ازاي? بالنسبة تصرحات يعني? تصرحات عطبا قبل. لا في حاجات بتبقى اه اكيد محضرها. اه. في حاجات اكيد محضرة. وفي حاجات بتبقى وليدة اه اللحظة يعني. في حاجات بتبقى انت بتبقى محتاج ان انت اه اه الرؤية بتاعة الفترة اللي جاية هتبقى عاملة ازاي? يعني مسلا قبل مباراة الاتحاد تحديدا. يعني كنا بقالنا حوالي اه اه ست سبعة ومضغوطين شوية. آخر مباراتين قبل مبارات الاتحاد كانت النتائج مش مظبوطة شوية. آآ كان عندك الاتحاد وبعد كده الزمالك وبعد كده آآ زراح جاي وبعد كده السوبر لافريكا. تلات بطولات مختلفة. مهمين جدا سواء كان محليا او افريقيا الاتحاد والزمالك. آآ. مهمين جدا جدا ان انت آآ فقط عدد من النقاط كان الفرق يوصل لحوالي آآ لما تكسب مطشوتك ممكن تبقى فرق نقطتين عن الزمالك فكان مهم ان انت توقف نزيف النقاط ده ديت آآ مشوار افريقيا كلها بتسمع في بعض على الفكرة. يعني الكرة يعني مهمة قوي ان الناس ده يبقى عندها المفهوم ده كلها بتسمع. كله بيسمع. آآ. الاجواء الايجابية بت 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 بتولد انتصارات. زب. تمام. فمهمة قوي ان انت كنت تتخش على مبارات آآ الزمالك الاول بشكل معناوي كويس. ومبارات بشكل معناوي كويس. وبعد كده مبارات السوبر لافريكا. فكان مهم انه ما يبقاش فيه ضغط على اللعيبة في الفترة ديت. آآ. تعدلنا مع الجونة يوم تلاتين. وآآ وآآ خسرنا من المحلة يوم تلاتة. والفرق الزمن ما بين المحلة والاتحاد كان تمانية اربعين ساعة. فآآ مش عايز حد يتكلم على اللعيبة خالص. مش عايزك حد يتكلم على آآآ آآ الفنيات في الفترة دي. لان كان في حال التعب شديد قوي. آآ تمانية اربعين ساعة عدد قليل جدا من الوقت والساعات. فلو دخلنا في اجواء سلبية قبل مبارات الاتحاد. ثم مبارات الزمالك. ثم سانداون. ثم هتبقى صعب. توديك في طريق تاني. طبع. فكان مهم ان ما فيش حد يتكلم على على الحتة بتاعة اللعيبة في الوقت ده. في اللحظة دي. او في اليمين دول. آآ. والحمد لله اربعين حققنا الهدف يعني ان ما ما كانش فيه ضغط على اللعيبة في فترة دي شوية. يعني هو عدينا مبارات الاتحاد بشكل كويس. والحمد لله دخلنا مبارات الزمالك عملناها بشكل كويس. ثم سانداونز والسوبر. لكن انا مؤمن جدا بحاجة ان التصرحات او الكلام طالما ما فيش تجاوز وما فيش اهنات. وفيه توضيح. يعني آآ يعني ممكن استغرب من حد يزعل من حاجة فيها حقيقة. يعني اقول لك يا اسلام انت طلعت مسلا سبع مرات في الاسبوع. طب هو اللي دايك في كده. ما انت فعل ان طلعت سبع مرات في الاسبوع. مم. اوكي? يعني ايه الاهانة في دي او ايه الغلط في ده. حقيقة. وناس تقول لك ما ما ينفعش تتكلم على آآ على حد معين. اه لو هسيء ليه. او هتجاوز في حقه. لكن اسلام بيجي من ست اكتبر كل يوم. طبعما انت بتيجي كل ست اكتبر كل يوم فعلا يعني. هي ارقام. انت بدل ما 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 تزعل مني. لأ نقش نفسك او آآ استعرض الامر مع نفسك. هل ده حقيقي ولا مش حقيقي. بس يعني. طيب هنكمل آآ كلامنا مع كابتن سيد وفكرك بالدوري من حوالي تلات سنين او من سنتين آآ كانت الناس كلام سميها دوري. طبعا كابتن سيد عبدالحافيز لو تفتكر اللي هو. اه بس ده مسمى. ده مسمى يعني مبالغ في يعني لان انت لا بص. طبعا اللاعبين وكل حاجة ولكن كان الوقت ده يا كابتن سيد انت فاكر فاكر الوضع كان عامل ازاي السنة دي ولا انت فاكر الدوري ده? اه فاكره طبعا فاكر 2018-2019 ده دوري من اصعب الدوريات. وكان الزمالك فارق كتير. اه طبعا لكن لكن في نفس الوقت كان غالي جدا على الاهلوية لان انت البطولة اللي انت احداثها بتبقى مرتبطة بشوية حاجات وخصوصا جاية في قلبك. يعني في قلب الاهلي. قلب الاهلي هو مش البطولاته بس خلي بالك يعني. تمام? يعني احنا من الناس اللي هي مؤمنة جدا جدا ان انت بطولاتك مهمة ورصدك هايل وكل حاجة لكن اساسك. ده مهمة اوي. اوعى تفقده. اوعى تفقده. اوعى تفقد ان انت صاحب المكانة وصاحب الرياضة وصاحب الاهمية وصاحب كل حاجة في التعامل يعني. عشان كده انا دايما اقول ايه يعني. يعني احنا من الناس اللي هي يعني تحب تبت من غير عشف البطولات. يعني مش احنا الناس اللي تقول مثلا تعشت مثلا على مباراة او كاس او سوبر او او حاجات تبقى حلوة وتفرح. وبنشتغل عليها. وبنبسط شوي. لكن اللي يمنع عيني. تمام? اللي يمنع عيني. او اللي انا بقى وصوت مني اوي. بطولات ام. زي مثلا دوري. زي دوري ابطال افريقيا. سوبر حال الناس تفرح بيه. وتتبسط بيه. وتبقى هيلة. ويزيد من رصيدك كبطولات. لكن البطولات اللي تملع العين. يعني بطولة الدوري. بطولة الدوري ابطال افريقيا. فيعني حتت ان انت تستكفي بمباراة. هقول برضو انها كويسة لانها بتبقى في رصيدك وتاريخك. لكن البطولات الكبيرة هي اللي بتبقى حلوة بالنسبة لنا. فعشان كده هتلاقي ايه. ثقافة المنظومة الاهلوية كلها. ان انت بتشتغل النهاردة. فرحنا. وطلعنا وكسبنا وتصورنا واخدنا بدليات. تاني يوم الصبح انت بتقفل الصفحة. كليك فيديو بعد في مباراة اه سانداونز اعتقل انا ااسف نهضة بركان. بعد المباراة. لأ سانداونز. بعد المباراة اللي كان هناك. طولهم يا جماعة اكسبنا وصعدنا وعملنا وكل حاجة. وده ده فيديو عفوي. يعني انت مش ايه اللي حد صورني والنبي. يعني انت فاهم ده حد احنا ندخل للقوضة. احنا ندخل للقوضة ومن الحق اللي عابة تفرح. وانا كمان كنت محسوس جدا. يعني صانداونز يبقى من من اقوى الفرق اللي موجودة على الساحة. والفرق المصنفة على الساحة في الوقت على المستوى افريقيا يعني. اه لكن كان مهم طريقة الفصل على طول. تبقى الفصل موجود من ممكن ارتاح على فكرة. بس دماغي شغالة. يعني دماغي شغالة. حتة التركيز دي موجودة. هو مش بالضرورة انت تركز يعني تبقى مكشر كده. يعني وحياتك اه حياتك كلها يعني مقفولة. لا طبعا انت بتشتغل في اجواء كويس تبقى مبسوط ان انت رايح النادي. ومبسوط ان انت بتتمرن. ومبسوط ان انت بتشارك. ومبسوط ان انت بتحضر وكل حاجة. لكن جواك يعني دايما الشغل بين القلب والعقل. القلب والعقل. يعني قلبك متحمس جدا جدا وعايز. لكن عقلك شغال امتى اهدى شوية. وامتى تكلم بشكل مظبوط. وامتى كلامي هيوصل. وامتى لقى الكلام لو وصل دلوقتي او الاتقال دلوقتي مش هيبقى له التأثير اللي انت عايزه يعني.